كابتن أمير يعني كنت يعني موجود انت والمهندس خالد مرتاجي في سوسرا في التعاقد مع فيلر الكواليس اللي كانت في التعاقد خاصة ان فيلر في النادي الأهلي ما شاء الله الفترة الأولى يعني كان حاجة منورة قوي بعد كورونا بقى حاجة تانية انت كنت من قرب الناس لفيلر وشخصية فيلر بص احنا قبل فيلر احنا كنا فيه ثلاث مدربين كانوا واحد وفيلر روحوا منهم رحنا مناكو الاول قعدنا مع تلات مدربين وبعد كده كان بنسبالنا في الاخر كان انسب واحد كان هو فيلر والتاني مانس خالد مرتاجي قعدنا معاه هوية ثلاث ا 4 مرات في 3 جام اتكلمنا في كل التفاصيل شرحنا له المشروع بالنادي الأهلي فترة الجاية كله كان نعمل ازاي هو كان متحمس جدا اللي ااخدت بالك فاتح كان فيه شوية برضه رفض جمهيري لفكرة وجود فيلر ان كانت اتطرح كم اسم قبلها اسم كبير فالناس كانوا وطموحاته معي ديت شوية. بس احنا حتى مونس خالد كان ليه كلمة مهمة جدا معي واحنا في زيوريخ بقى بعد لما نروحنا مدينة العود. قال احنا مش فارق معي فكرة السوشيال ميديا او الضغط بتاع السوشيال ميديا. عشان احنا كنا وثقين ان فيلر حقيقة مش عمل كويس. ان هو كان شخصية كان كاركتر. بقى ان هو كاركتر مختلف ويعرف في سيطرة على فرقة. وفنيا كمان كان عارف يعني ينادي الاهلي. وميزة فيلر. وحتى دي كانت معوسماني برضو. ان احنا دلوقتي بنبص على مدربين دايما اللي مسكين فرقة بطولة. حتى اللي هو في دوريات صغيرة. بس فكرة الفرقة البطولة دي المدرب اللي بيكون مسكها. بعد كده كانت الاهلي بيكون عارف ان هو لقى لازم يكسب على طول. هو مع اندرلخت. هو كان مع لا كان في الاول مع اراوة في سويسرا. اه. درجة تانية. بعد كده المانيا نيورنبرج درجة تانية. دول فريتين يعني فريتين بيحاولوا بعد كده اندرلخت برضو نفس الكلام في بلجيكا. دوري والسوبر. بالزات. فهو فكرة فايلر كان دايما فرقة بطولة بيحاول يصعد ممتاز في بلب بتاعته. او ان هو بيروح مع اندرلخت دوري بياخد دوري والسوبر معاهم. وبيلعب تامبينز ديج. بعد كده موسيماني نفس الكلام برضو. ان موسيماني برضو فرق بطولة. ومنتخب من افريقيا ومنتخب كبير. لا بس قبل موسيماني النهاردة از فجأة. النهاردة في توقيت صعب جدا. فيلر. موجود في النادي الاهلي. فيلر قبل النهائي الافريقي. قبل نص النهائي. رحيل فيلر. النهاردة انت في وقت صعب. اختيار مدير فني ايضا. في وقت صعب. خاصة لو فيلر كان مشي مع بداية آآ جاحت كورونا. كان يبقى عندك وقت طويل تقدر تختاره وتقدر تحط الجهاز الفني بتاعك. لكن جفت توقيت صعب جدا. آآ بص فكرة فيلر زي ما قولت قبل كورونا كان كان شخص وبعد الكورونا دوني اختلفت شوية. ايو الكابتون خطيب وقتها واللجنة ان احنا كان في رؤية ان احنا مش حاسين بالامان اوي. يعني انت النهاردة لازم عندنا بلان بي تكون جاهزة من بدري. الكابتون خطيب كان عنده رؤية واضحة في القصة دي. وهو فكرة موسيماني كان بالنسبة له كانت اولوية قصوى. يعني احنا ازاي نحضرها من بدري. اول ما الليقينا في الاخر ان فايلر فكرة ان هو كان عايز سافر وعايز يسافر يقعد ثلاثة يام في سويسرا. الموضوع خلاص. موضوع كان باين ان هو مش مش مزبوط يعني. فكان خلصنا ميتنج ده كان فيه قرار نحن يزب نقفل مع موسماني كل حاجة. وكابتن كان بنخلص كل حاجة مع الرجل يعني. يعني انت النهاردة كنت متفكر في موسماني في الناحة التالية. طبعا لازم. وفي فاتح باب اتصال او. طبعا يعني من كابتن طبعا وانا كنت معاه دي حاجة السيء. ان انت النهاردة انت شايف الرؤية حتى. ما احنا برضو لنا اه كابتن ساي مدير الكورة اه بينقل لنا قط اللبس عاملة ازاي. وبينقل الامور جوه الفريق عامل ازاي. فالكبس اي كان بيوضح الدنيا لأ فيها مشاكل.